يسأل عن حكم استعمال العزائم في الرقية وهي التي تكتب الشيخ صالح بالزعفران ثم توضع في الماء وتشرب وهكذا حكم القراءة في الماء والنفث فيه كله جاهز والحمد لله كله من الرقية الشرعية الرقية تكون بالقراءة على المريض وتكون بكتابة القرآن على شيء طاهر وغسل ثم شرب محوه فهذا شيء جائز وداخل في الرقية وكذلك النفث في الماء وشربه كل هذا جائز نعم